إذن العديد من البلدان تعبر عن تعازيها ومساندتها للمغرب حكومة وشعبا جراء هذا الزلزال نتحدث هنا عن تركيا عن قطر عن فرنسا عن روسيا عن الجزائر والخارجية الجزائرية تتابع ببالغ الأساء والحزن حسب تعبيرها عن تداعيات الزلزال العنيفة الذي أصاب مناطق بيئة المملكة المغربية إذن العديد من الدول كما قلت تعبر عن مساندتها للمغرب بعد هذا الزلزال الذي ضرب البلاد سواء عن طريق تعازي أو عن طريق التعبير على الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة بيان أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية يقول أن الجزائر تعرب عن صادق تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال والجزائر تتابع ببالغ الأساء والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق بيئة المملكة المغربية وتقول الخارجية الجزائرية نتقدم لخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق إذن هذا ما جاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية عقب الزلزال الذي ضرب المغرب وما زالت فيه عمليات الإنقاذ والبحث متواصلة في مختلف المدن والقرى والمناطق الجبلية التي تأثرت بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر